في عنوين النشرة محادثات ممتازة بين أوباما وترامب في البيت الأبيض تأليف الحكومة على النار واتفاق التيار القوات لا يلزم الحلفاء ملف الاتصالات جولة أولى في العهد الجديد مقاعد وزارية اهترأت من قلة الحركة صار مفهوم الوزير هو يلي بيلاقيه هذا الزعيم أكتر شي في التكل عليه 11-11 ثورة الغلابة وخوف من الفوضى أنا بقول أنا عايز أعبر عن رأيي أنا قلت أنا هنزل أكسر هنزل أخرب الجديد نيوز تتفوق وتحصد مليون متابع وانا بدي أشكر هالمليون شخص فردا فردا مرسي لك كل فولور من المجموع الفولور موسيقى مساء الخير دخل دونالد ترامب البيت الأبيض في أولى خطوات العهد الأمريكي الجديد قبل أن يسكن القصر الأول العام المقبل مصحوبا بحركات احتجاجات بدأت في سبع مدن وتوسعت مطالبها لتطرق بعض الولايات لأبواب الانفصال لكن أعمال الشغب ظلت تحت السيطرة ولم تتعدى حرق الأعلام المترافقة وعبارة لست رئيسي وفيما كان ترامب يتسلم أولى المفاتيح الرئاسية من الرئيس الحالي باراك أوباما لبنان يجاهد ليسابق عهد ترامب تأليفا وتشكيل إدارات وقال رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إذا عملنا بسرعة فستولد الحكومة قريبا وأنا متفائل مثل جميع اللبنانيين تفاؤل الحريري رهن بتفاهم الكتل الرئيسة على الحصص الوزرية ليبني على الوزير حقيبته إذ تسجل التداولات في العملة الوزرية هبوطا وارتفاعا وعدم استقرار في اليوم الواحد وجديد المساعي في البورصة الحكومية اجتماعات عقدها الوزير جبران بسيل مع مسؤول التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا والسيد نادر الحريري كل على حدة في وزارة الخارجية وفي ظل العوامل المتقلبة وزاريا تتمسك لجنة الاتصالات النيابية بثبات مساءلتها المعنيين والمتورطين في ملف التخابر والانترنت غير الشرعي وقد استدعت إلى جلستها اليوم ترويكا القضاء حمود سقر وابراهيم وحكم رئيس اللجنة حسن فضل الله على الجسم القضائي بجلدة من عيار الدفوع السياسية التي تمنى ألا ترافق الدفوع الشكلية لكن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود لم يكن في حاجة إلى الاعتراف تحت الضغط فأقر بملء إيرادته أن الأدلة كاملة في ملف التخابر غير الشرعي ولا تحتاج إلى تحقيقات ويؤشر هذا الكلام إلى قصاص مر ينتظر المتهمين إذا لم تتدخل السياسة كعامل إنقاذ أو يتم ترفيع المتورطين إلى رتبة وزراء وفي قضية المدير العام لأوجيرو عبد المنعم يوسف تداول الإعلام لغة يتعلق بموافقة وزير الاتصالات بطرس حرب على إذن الملاحقة وفي اتصال بالجديد أكد الوزير حرب أن هذا الأمر غير صحيح وأنه ربط إذن الملاحقة بطلب سيأتيه من القضاء يبين التهم المنسوب إلى يوسف وعندئذ لا مانع لديه ولي يعرق لا أي عمل القضائي حتى ولو كان غير مقتنعا بالأسباب فليأتيني الطلب وأنا أدرسه وسأوافق عليه من المكتب البيضوي في البيت الأبيض الرئيس باراك أوباما يتعهد لخلفه دونالد ترامب بمساعدته على النجاح ويرفض التقاط الصور التذكرية التقليدية معه وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما محادثاته التي أجرها والرئيس المنتخب دونالد ترامب في البيت الأبيض بالممتازة مشددا على استعداده للقيام بعملية انتقال للسلطة بأكبر قدر من الكفاءة المحادثات بين الرئيسين استغرقت أربعين دقيقة وتركزت على السياستين الخارجية والداخلية للولايات المتحدة وأعرب فيها الطرفان عن أملهما بالتعاون معا لمواجهة التحديات أتعاهد ببذل كل ما في وسعي لمساعدتك على النجاح ومهما كانت توجهاتنا السياسية وأحزابنا أعتقد أنه من المهم الآن أن نجتمع للعمل معا لمواجهة التحديات أكون له احتراما كبيرا سيد الرئيس إنه لشرف عظيم أن أكون معكم وأتطلع بفارغ الصبر إلى رؤيتكم في مناسبات عديدة وتصافح الرجلان بعد حديثهما إلى الصحفيين ورفضا الرد على الأسئلة وعقب اللقاء أشار المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست إلى أن لقاء الرئيسين كان خطوة أولى هامة لانتقال سلس للسلطة ترامب وأوباما لم يحلى خلافاتهما ولكن كان الاجتماع ربما أقل أحراجا مما توقعه البعض ووفق صحيفة وولد سريت جورنل رفض أوباما التقاط صور تذكارية تقليدية مع خلفه دونالد ترامب في البيت الأبيض بموجب التقليد المتبع منذ سنين ويقضي أن يتصور الرئيس الحالي وزوجته مع الرئيس المنتخب وزوجته مساعد تأليف على نار حامية والقوات تسجل العقبة الأبرز أمام ولادة الحكومة فماذا سجلت بورصة التوزير؟ نية الإسراع في تأليف حكومة العهد الجديد ثابتة في ظل بورصة توزير غير مستقرة وما هو ثابت أيضا وفق المصادر عودة الوزير نهاد المشنوق إلى الداخلية ووضع وزارة المال بين الوزير علي حسن خليل والنائب ياسين جابر لترتفع حظوظ نائب رئيس الحكومة الأسبق عصام فارس لتسلم الدفاع ولتتأرجح الخارجية بين الوزيرين جبران باسيل والياس بوصعب وهذا ما يحسم عدم تبوء القوات حقيبة سيادية بفيتو حزب الله بمعزل عن اتفاقنا نحن مع القوات وهو اتفاق نحن ملتزم فيه بس في اتفاقات أخرى مع ناس تانيين بدون يكونوا بالحكومة ممكن ما يكون عندهم ذات الرأي أو ذات التفاهم لذلك الملائمة هون بأن نحن نتفك عليه وما يقبل به الآخرون أو يتفك عليه مع الآخرون بدأ شوية وقت بعد يعني فيه خرق لهذا الاتفاق بهذه النقطة الحصة الدرزية تتوازع على الوزير السابق مروان إحمادي وزيرا للصحة وأيمن شقير وطلال أرسلان أما الوزير وائل أبو فعور فيتنحى عن المشاركة في الحكومة لإعادة التموضع والاستعداد لخوض الانتخابات النيابية أما تيار المستقبل وفق المصادر فقد حسم وزراءه والمعلومات تشير إلى توزير النائب جمال الجراح بأرجحية حصوله على وزارة البيئة أو الاتصالات إضافة إلى توزير النائب خالد الظاهر لمواجهة ما زرعه الوزير أشرف ريفي في طرابلس وحسم تيار المستقبل تمسكه بتوزير النائب السابق غطاس خوري وللمرضى حصة إما بعودة الوزير رون عريجي أو الوزير السابق بسام يمين إلى وزارة الطاقة إذا كانت من حصتها أما الكتائب فالرئيسان بر والحريري متمسكان بتمثيله ولكن الكتائب رح تكون موجودة أنا إذا بترجع إلى إلي هالمرحلة مش لازم يكونوا موجودين لأن الأخطاء الكبرى تستوجب كمان إعادة نظر أكبر ثقوف عالية ما إلى أساس مطالب مش موضوعية هجوم دائم مع حزب الله بدون سبب ما عندها كمان مصدقية سياسية جدية نجي بالآخر نقول أوكي خلصنا طاعة هلأ أعطوني قدتو إذا الطيار ملتزم بالتشنق وطيار المستقبل عامين حكى أنه ملتزم بغطاس خوري القوات ملتزمة بمشال فرعون معقول يكون الكتائب خارج هذه الحكومة اللي أطلقوا عليها الوفاق الوطني شو علا ما بتأثر كتير بالمعادلة الوفاقية الوطنية التركيبة الوزارية للطيار الوطني الحر في متناول الرئيس مشال عون والوزير جبران باسيل فقط ولكن ما في جعبة نوابه ووزرائه هو لائحة توزع الحقائب الوزارية عليهم ليكونوا وزراء ظل لكل الوزارات وليكون العهد الجديد عهد المراقبة والمساءلة وعهد القضاء على الفساد وفق مصادرهم رواند أبو خزام قناة الجديد خلال زيارته معرض الكتاب الفرانكوفوني الدولي في لبيال أعرب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري عن أمله بسرعة تأليف الحكومة نشل معا بسرعة فبإذن الله ستكون الحكومة قريبة جدا أنا متفاعل مثل ما كل اللبنانيين متفاعلين وإن شاء الله حيكون خبر سريع زيارة عزيزة على قلبي لأنه الله يرحم الوالد كان من 92 وفتح هذه النار في المعرض اليوم هالسنة عمدرجع اجي نفس الشيء الذي يرحم الوالد كان من 92 فإن شاء الله هذه المصيرة مكملة جديد لجنة الاتصالات في ملف الإنترنت غير الشرعي في هذا التقرير للزميلة رواند أبو خزان ربط الوزير بطرس حرب موافقته على ملاحقة عبد المنعم يوسف بإعطاء النيابة العامة له نسخة من التحقيقات حتى لو كانت ورقة ضيضاء بحسب تعبيره داخل اللجنة تقدم لي بطلب مشان ملاحقة الدكتور عبد المنعم يوسف بموضوع الإيوان نات وبالتالي طلبت مني بالعامة تبعت لي نسخة عن التحقيقات ابني رأيي وناطر جوابه وكيد أنا أعلنت موقفي وبرجع بكرره هلأ تطمن لك بالك بس لنايتك مشغول بالك أني راح وافق على الملاحقة بقطع نزعا قطي ناعي بالملاحقة أولا أنه سبق أنه فيه ملف اللي بتعلق بجوجل كاش تم طلب الإذن بالملاحقة من معالي وزير الاتصالات وهو عطى الإذن بالملاحقة وهذا الملف أمام عضي التحقيق ببيروت اللجنة تصر على مواصلة متابعة القضية لتصل إلى خواتمها على الرغم من ملاحظتها لتزامن موعد جلساتها مع جلسات الاستماع إلى المدعى عليهم كمحاولة لمنع القضاء من وضع اللجنة بمسار التحقيقات وعليه غادر النائب زياد أسود الاجتماع لاتقاده أن القضية لا تأخذ مسارها القضائي الجدي أن بعض الزمل النواب اليوم طرحوا إشكالات وطرحوا هواجس وهل بالإمكان أن نصل إلى النهاية المنشودة في هذا الملف وأن هذا الملف أخذ وقت طويل وأنه كان لازم من فترة يحسم بمحاسبة المتورطين وأنه هل مع الدفوع الشكلية التي تقدم للقضاء في دفوع سياسي عم تحمي حدا من المتورطين أو حدا من المتهمين أو حدا من اللي عليهم شبهة المدعى العام التمييزي القاضي سامير حمود أكد أن التحقيقات تجري على أربعة مسارات وأن القضاء لم يتباطأ في إجراءاته إلا أن المدعى عليهم مارسوا حقهم في تقديم الدفوع الشكلية كسبا للوقت النتيجة اللي نحن عطونا إياها لهلأ ولكن هايدي نتيجة منا نهائية هايدي النتيجة بتطمن أنه لهلأ بعد ما في شيء ثابت أنه في تجسس الإنترنت الغير الشرعي هذا موضوع صار فيه تحقيقات أولية في أشخاص تم توقيفهم وفي هالملف انقسم لأثمان أثم موجود أمام قاضي التحقيق بالشمال أكيد في أشخاص موقفين وأشخاص غير موقفين تم الإدعاء عليهم كذلك أمام قاضي التحقيق بجبل لبنان قضية الجوجل كاش هذا الملف كمان موجود أمام قاضي التحقيق ببيروت وفي موعد جلسي أسبوع الجاية لإستجواب أشخاص مدى عليهم قضية التخابر غير الشرعي الدولي اللي قال عنها حضرت رئيس اللجني هذا الملف تم الإدعاء على أشخاص والملف موجود أمام القاضي المنفرد في المتن وفي موعد جلسي للمحاكمة الأسبوع القادم الدفوع اللي تقدمت أمام قاضي التحقيق ببيروت صدر عن محكمة التمييز بتصديق القرار وبالفعل أسبوع الجاية قاضي التحقيق ببيروت محدد جلسي لإستجواب أشخاص مدى عليهم وفي المساري الأخير المتعلق في إدخال المعدات وحيل هذا الملف إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي ارتأى بدوره التوسع في التحقيق أمل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن يشكل هذا الانتخاب فرصة جديدة للبنان وأمريكا لتعزيز التعاون بينهما في سبيل إحقاق السلام في الشرق الأوسط ومواجهة الإرهاب والتوصل إلى وضع حد للحروب والعنف بالوسائل السلمية في شأن آخر استغرب عون ربط الفساد بمسألة التوزيع الطائفي وشدد على أهمية التعاون لتنفيذ الإصلاحات التي تضمنها خطاب القسم بنود خطاب القسم لا سيما تلك المتعلقة بالقضاء عاد وأكد عليها رئيس الجمهورية ميشيل عون أمام وفد نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب أنطونيو الهاشم الذي زار قصر بعبدة مهنئا عون شدد على أنه سيعمل على تحرير القضاء من التبعية السياسية وأن هذا الأمر يحتاج إلى تعاون الطرفين خطاب القسم كثير منيح بس في قطاعات بدأت نفسه أنا أكيد بدي أصهر على تنفيذ وما رح أصير ولكن قد ما تكون التعاون منيح بيننا وبين المؤسسات قد ما بيكون وإصلاح سريع هلأ كل واحد بدافع عن الحق له شمسيتي أنا شمسيتي رئيس الجمهورية إذا ما فيه هالأنون ما فيه التكامل أو هالتنسيق بين القضاء وباية المؤسسات مشكلة كبيرة لأن الخضاء هو الميزان وقال عون إننا بحاجة إلى أن نكون صريحين مع أنفسنا كي نعمل على تصحيح الأمور وعلى ضرورة التنسيق بين المدافعين عن الحق كلنا الطائفية هذا جنوتيشة الطائفية أنا بستغرب لا نوتيشة الطائفية بالطواقف ما فيه أوادي ما فيه كفاءات بلا وقت بيكون أصحاب العلاقة بالدولة كفؤين وقوادين تختف الصفة الطائفية عنهم بالصف القاضي القدم يرجلوا على كل الناس مؤمنين بحق الاختلاف بين الناس والديمقراطية التي لدينا هي لإدارة حق الاختلاف التي تصبح لدينا مشاكل الخلال الخلال يأتي من الحاكم للمقترع بالديمقراطية المقترع إذا يقبل الورقة أو يضع ما عادي ما عادي ما عادي انتخاب صارت بس عملية وبع الورقة والسندوق والحاكم فأذا بد يكون كيدة كمان خلل بالديمقراطية واحد انتخب حتى يدير شؤون الدولة مش حتى يكون كيدة مع موظف ما انتخبه أو مع قاضي ما خدمه أو ما خدمه يعني هذا فيما تمنى الوفد تثبيت دعائم السلطة القضائية المستقلة الفاعلة من خلال إحداث نهضة شاملة في الجسم القضائي عبر الإسراع في إنجاز تشكيلات قضائية شاملة وملاحقة الفاسدين في القضاء وفي غير القضاء لكل مرحلة أسماؤها واحتكاراتها فماذا عن الحكومات الست في المرحلة الممتدة من عام 2005 حتى اليوم منذ اغتيال الرئيس رفيق الحرير عام 2005 شهد لبنان تأليف ست حكومات رئيسها أربعة رؤساء وتناوب على مقاعدها عدد من الوزراء واللافت أن بعض أسماء الوزراء تتكرر في معظم الحكومات المشكلة بدأت لعبة الكراسي مع تأليف الرئيس نجيب ميقاط حكومته الأولى لتضيف حكومة الرئيس السانيورة ثلاثة أسماء وزارية أخرى إلى اللائحة أما حكومة السانيورة الثانية فأضافت اسمين جديدين هما جبران بسيل ووائل أبو فعور وتكرر الأمر في حكومة الرئيس الحرير التي جمعت كل الأسماء التي وردت سابقا لتأتي حكومتان رئيسين ميقاطي وسلام بوزراء اعتاد اللبنانيون وجودهم ثمانية وزراء كانوا من ثوابت الحكومات المتلاحقة من دون معيار واضح لتكرار توزيرهم أنشئ بموازات هالفترة كلها شيء اسمه طول الحوار معناتها أنه ركب بحكم الأمر الواقع هيئة فيها زعماء الطوايف كلهم يلي هوني كنت اتخذ أرارات وبالتالي مجلس الوزراء مكون من يا أعضاء بمجلد الحوار يأما شوي شوي صار يشوفوا أنه مش هني بمستوى أعلى أنه يكونوا حوار بهني مساعدين يلي قاعدين بمجلد الحوار صار مفهوم الوزير هو يلي بيلاقيه هذا الزعيم أكتر شيء في التكل عليه ومعتبر أنه عنده الكفاءة والجرأة بالمنائش أثناء عمل مجلس الوزراء تايد فعله عن مواقعه ومصالحه التالي الناس يلي أثبتوا أنه هني موضع ثقة من وجهة نظر الزعيم طبيعي أنه يتجدد له حتى من أعيد توزيره بالحقائب نفسها لم يكن أداؤه في إدارة شؤون البلاد هو المعيار ولم يكن الإخفاق في الوزارة معيارا لتغيير الحقيبة هني عندهم هم وقلق تجاه حصتنا في هذا النظام التحاصصي بهيدا المنطق هني بينتدبوا مش وزراء قادرين يبلوروا سياسات لكسب تأييد رائعا وزير محمد فناش تنقل بين عدة وزارات وكان واضح أنه حزب الله منه مصر على أي وزارة المفاوضات وكان ثابت أنه مسألة إقرار شرعية المقاومة من قبل الدولة أمر بده يثبته باستمرار طيب بهالإطار هيدا الوزير فناش شخص يتحلى بعدة صفات يلي هني أول شي أنه طاقة على العمل الاستثنائي تاني شي دقة بالتعبير هيدا الكفاءة مش كفاءة مهنية قطاعية لا هذه الكفاءة السياسية تلافت مع الوزير العليضي بمجال أداءه على مسائل عديدة بس بأكد لك أنه نقطة همه هو مش هالمسائل همه حسن الأداء في الدفاع عن التوجهات السياسية يلي بيخدها رئيس حزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط ثمانية وزراء باتت أسماؤهم تقترن بالحكومات في لبنان وليس من يسأل عن نتائج تكرار جلوسهم على مقاعد اهترأت من قلة حركتهم حسان الريفاعي قناة الجديد بعد الأعلان حصة العهد ومقتضيات المرحلة هل يحرم الرئيس عون حصته الوزرية خلافا لأسلافه من رؤساء الجمهورية في العهود السابقة التجاذبات بين الكتل السياسية طلبا للتوزير والحقائب الوزرية لم تستثني رئيس الجمهورية لعماد ميشيل عون الذي يخوض منذ نحو أسبوع حربا ما زالت ناعمة حول ما يسمى حصة العهد إذ ينقسم المشهد السياسي بين من يقول إن حصة عماد الجمهورية يجب أن تكون من ضمن الحصة الوزرية للتيار البرتقالي لكونه مؤسس هذا التيار ومن يقول بوجوب أن يعطى الرئيس حصة وازنة خاصة به على جري العادة خصوصا أن عون بات رئيسا لكل لبنان فهل من نص دستوري يفصل في هذه المسألة؟ هاي كلها تعبير تنتمي إلى الخطاب السياسي وموازين القوى يلي بتفرض حالة أحيانا على هاي مش دستور مش ضده يعني ما فيش بيمنع أنه تعطي هالمقاربات بس هي منة بالدستور يعني الدستور أكيد ما بيعطي رئيس جمهورية حصة لأنه بيعتبر أنه رئيس جمهورية حصته الحكومة كلها إذا ما عدنا في التاريخ نجد أن رئيس الجمهورية السابق ميشيل سليمان وعلى مدى ست سنوات كان له حصة وازنة في الحكومات الأربع التي تعاقبت في عهده تأخذ مثل الـ 2008 هل كان مقصود أن يكون لرئيس الجمهورية أنا ذاك حصة أو كان مقصود أن يكون هو عنده دور يوازن وقت اللي لازم على مستوى مجلس الوزر بظن أنه هذا كان مطلوب مثلا بوقت نتيجة اتفاق الدوحة بوزارة الداخلية لأنه كان في اشتباك مين فريقين ولأنه كان رايحين على انتخابات كان مطلوب من الفرقاء السياسيين جميعا أنه تكون هيدا الوزارة بين مزدوجين حيادية معطل يعني؟ ما بدي أسميه معطل لا أنا أعتقد أن المطلوب هو ضمانات أكثر ما هو مطلوب تعطيل زياد بارود كان من ضمن وزراء رئيس الجمهورية في حكومتين عام 2008 و2009 يعني تعطيك مثل وقت اللي كان مجلس الأمن عم بيحكي بالعقوبات على إيران وصل الموضوع على مجلس الوزراء لا يعرف من دوب لبنان لدى الأمم المتحدة كيف بيصوت مع العقوبات ضد العقوبات أو امتناع بوقتها كنا 28 حضرين من أصل 30 وطلع التصويت 14 ب14 يعني امتناع يعني ما منع من المشكل بالبلد على مع العقوبات أو ضد العقوبات رحنا على امتناع هذا الـ 14 و14 دوزا من خلال تصويت وزراء الرئيس بأثناءه إذا كان دور الرئيس عون يتطلب أن يكون هو عم بوازن بمطرح معين نتيجة التركيبة الحكومية كلها فالدور يستدعي أن يكون له وزراء إذن ما يسمى حصة الرئيس ليس إلا عرفا وممارسة والدور الذي سيطلع به الرئيس عون في المرحلة المقبلة من شأنه أن يحدد هذا الموضوع دارين دعبوس قناة الجديد الدستور لا يحدد مهلة قانونية لتأليف الحكومة والنزاع على الحقائب مستمر إن كانت تكليف الوزاري سهلا وسريعا فمما لا شك فيه أن التأليف لا يكون كذلك خصوصا في ظل غياب مهلة دستورية تحدد فترة معينة للخروج بصيغة وزارية بالنسبة لمسألة الوقت المعطى لرئيس الحكومة لم يعطي الطائف مهلة معينة لرئيس الحكومة لتشكيل الحكومة السبب الرئيسي أنه الاتفاق الطائف معطاها مهلة لأنه من الصعب إلزامه بمهلة محددة إذا كانت مطالب الفرقاء متنوعة سيحاول البعض بطبيعة الحال لأنه هي لعبة سياسية أن ينتظر نهاية المهلة لفرض شروط أعلى وأعلى وبالتالي أغلب الظن أن تنتهي كل المهل المحددة قبل ما أنه يصير في تشكيل للحكومة أما بالنسبة للبيان الوزاري بما أنه رئيس الحكومة أخذ وقته في تشكيل الحكومة اللبنانية هنا المشرع الدستوري تدخل وقال أنه مهلة 30 يوم تعطى لرئيس الحكومة والوزراء لتحضير البيان الوزاري عرضوا على المجلس النبي للحصول على الاستقاة ما تحاز على هذه الاستقاة تبدأ الحكومة أعمالها بشكل كامل تاريخيا لم تظهر الحاجة إلى تحديد مهلة دستورية لتأليف الحكومة إذ كانت تؤلف الحكومات بمعظمها في مهلة لا تتعدى 15 يوما كحد أقصى في حين تألفت حكومات عدة ونالت الثقة في يوم واحد وأبرزها حكومة الرئيس سليم الحص عام 1989 أما عام 2008 فكانت النقطة الفارقة إذ بقي الرئيس فؤاد السنيورة 45 يوما ليتمكن من تأليف الحكومة في حين خرجت حكومته ببيان ويزاري قبل يوم واحد من انقضاء المهلة الدستورية وفي عام 2009 بقي الرئيس سعد الحريري 135 يوما لتأليف الحكومة في حين تطلب الخروج بالبيان الوزاري 30 يوما بالضبط ومع الرئيس نجيب ميقاتي عام 2011 اتخذت تشكيلات الحكومية 140 يوما أما المدة الكبرى فكانت من نصيب الرئيس تمام سلام الذي بقي 315 يوما لتأليف الحكومة و33 يوما للخروج ببيان ويزاري خارقا بذلك الفترة القانونية التي يحددها الدستور الحديث عن وضع مهلة للتأليف لتأليف الحكومة هو حديث شيء ومهم لأنه بطبيعة الحال بسوى أنه يكون في مهلة يعني عرف الفراغ أنه محدد بس مش المهم أنه يتم تحديد المهلة دون أن يكون هناك تأكيد على الالتزام بهذه المهلة أو أن يكون نتيجة وضع هذه المهلة فعلا التزام أو إمكانية لرئيس الحكومة بالتأليف أما القول أنه اليوم ينحط مهلة مثل ما قالت هذا أمر قد يكون ضروري بالمستقبل ولكن مع إيجاد ضوابط للعملية السياسية تسمح باحترام هذه المهلة ستة أشهر تفصيلنا عن الانتخابات النيابية المقبلة التي تطيح الحكومة غير أن اجتداد النزاع على حقائب قسمت بين سيادية وخدماتية مع المماطلة في التأليف يظهر أن في الأفق تأجيلاً للانتخابات النيابية بذريعة تقنية ووضع قانون جديد للانتخابات على اعتبار أن الستين انتكاسة لبداية العهد لايال سعد قناة الجديد هل تشكل مواد القانون المتعلقة بجرم الاغتصاب راضعاً كافياً في ظل تفشي هذه الظاهرة نشاط غير اعتيادي شاركت فيه إعلاميات من وسائل إعلام مختلفة للمطالبة بإلغاء مادة قانونية غير أخلاقية ومسيئة إلى المرأة المادة خمسمائة واثنان وعشرون من قانون العقوبات اللبناني التي تنص على التوقف عن ملاحقة المغتصب في حال تزوج المعتدى عليها أي المغتصبة هذا النشاط نظمته جمعية أبعاد لإيصال رسالة واضحة ومحددة إلغو المادة خمسمائة واثنين وعشرين في لغة يفهمها الرجال وهي مباراة في كرة القدم تنافست هذه المباراة كانت مشكورات لمراسلات اللبنانية تطوعوا للمشاركة فيها هنا بالعادة بينقلوا الخبر اليوم هني كانوا يصنعوا الخبر هني عم يخبروا الرأي العام عن هذه المادة أداة هذه المادة هي مشحفة بحق النساء اللبنانية إلا للمادة من خمسمائة واثنين وعشرين التي تسمح للمختصب أنه يتزوج لاختصبة جيد نحنا نقول أنه نحنا اليوم يمكن عم نلعب لعبة محسوبة على الصبيان بس لنقول لبعض الصبيان اللي عم يتحكم وبيحقوق النساء أنه كفوا إيدكن واللي موجودين بمجلس النواب اليوم واجبكن أنه ترغوا هيدا المادة لأنه حق المرأة مش أنتوا اللبنانية فينا نلعب فوتبول فينا نلعب كل الرياضات كلمة هيك لا بدي حدا أنه يستر علي ولا بدي حدا أنه يشفق علي ولا بدي حدا يشرع الجريمة بحق كون المرأة لا لتشريع جريمة الاغتصاب حسيت أنه عملنا شيء للمرأة بشكل عام واللمرأة اللبنانية بشكل خاص وحلو برهننا لو خسرنا برهننا أنه هذا الشيء من نحك العراري جاء المادة 222 مادة من المواد المشحفة في حق المرأة اللبنانية التي لا تتطلب نقاشا بين ممثلي الشعب بل المطلوب والواجب اجتماع المجلس النيابي لإلغائها في أسرع وقت ممكن دعوات إلى التظاهر غدا شعارها ثورة الغلابة وجماعة الإخوان المسلمين تدعو أيضا المصريين إلى المشاركة بدأت القصة بدعوات تم كتابتها وتداولها عبر العملات الصغيرة بدءا من الجنيه والخمس جنيه والعشرة جنيهات تنتشر العملات سريعا بين طبقات المجتمع الفقيرة والبسيطة لتجد صدى آخر على مواقع التواصل الاجتماعي انزل يوم 11 من نوفمبر الحالي دعوة عامة للتظاهر تحت شعار ثورة الناس الغلابة في كافة الميادين المصرية وفي الشارع المصري تبينت الأراء حول مظاهرات 11-11 كما أسماها المصريون إلا أن الهموم على كاهلهم واحدة والتوقعات بنجاح أو فشل هذه الدعوات تختلف من شخص لآخر في حد لا يأكل دلوقتي في الناس اللي عايشين في مصر حاليا الحد يأكل من الناس الغلابة ليه أن المطلع عبر عن رأيي يطلق واحد يقول أنت متأمر وأنت بتخرب وأنت عايز سعمل أنت دعوات فوضى وأنت دعوات خراب لأن الحكومة وده علم يقيني ماسكى مقدرات الشعب ده بيد من حديد وأي حد هتخول له نفسه أنه هو يحيد ويروح يعمل تظاهر بدون أي وجه داعي سيؤلم على ذلك لا مش حنز بإذن واحد أحد حنزل التظاهر بإذن الله وسط هذه الدعوات يفاجأ المصريون منذ أيام بإجراءات اقتصادية وصفها المراقبون بالصعبة بدءا من تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى بالإضافة إلى رفع الدعم عن الكهرباء والمحروقات الأمر الذي أدى إلى زيادة الأسعار سريعا والتي قد زادت من قبل من جهة أخرى اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بقوى الأمن الوطني ووزير الداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس المخابرات الحربية ووزير الدفاع للتفاهم حول انتشار الأمن في الشوارع المصرية خلال هذه الفترة عشان احنا نبقى وعيين من بدري هذه الدعوات لا للفوضى 11-11 هشتاج لو سمحتم المحبين المخلصين يتهم الكثير من الإعلاميين في القنوات المصرية الخاصة جمعت الإخوان بأنها المحرد والداعي لهذه التظاهرات بينما يرفض أغلب القوى السياسية التظاهر من أجل غلاء لقمة العيش ويجدون أن التظاهر إن سمحت له السلطة لا بد أن يطالب بمزيد من الحرية والكرامة أولاً ويبقى التظاهر في حد ذاته فعل يعاقب عليه القانون المصري بل ويجرمه بعد ثورتين أطاحته بحاكمين لمصر منعشماوي الجديد من القاهرة فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية أحدث هزات سياسية ارتدادية في العالم تمحورت حول كافية تطبيع العلاقات الثنائية والشرق الأوسط لا يكون في منأة عن التغييرات الأمريكية أمام البرج الذي يحمل اسم الرئيس الأمريكي المقبل ترامب وضعت هذه الحواجز تحسباً لاقتحامه من قبل المتظاهرين الأمريكيين الرافضين دخوله البيت الأبيض وإن كانت هذه الإجراءات فعالة داخلياً فإنها لن تفعل الأمر عينه في السياسة الخارجية إذ إن أوروبا لا تزال تعيش هاجس التعامل مع الإدارة الأمريكية العتيدة وقلة هم من رحب وعلى رأسهم روسيا وإسرائيل المعنيتان بأحداث الشرق الأوسط تيخل الفلسطيني وأسرائيلي شفتهم اليوم بديتهم مرتاحين لأن أي الكلام بيرضيهم تلينتهم فبالعراق أنا أفكر بكمل التزامات اللي عندو إياها الرئيس أوباما اليوم لأنها مش كثيرة يعني في عشترين جندي أمير كيب جزء أقللهم يروحهم لكن المشكلة بالخليج ومشكلة بالاتفاق النووي مع إيران بالخليج عابيقول أنه نحن ما عاش حاجة للبترول من ثم أنه إذا ما بيدفعوا تكاليف كل شيء بالخليج اللي نحن أحطيه فيه بالقواعد وبالأساطين أنا بطلع من هناك وبعدين وقال مرة أنه إذا طلعنا نحن ما بيهدوا هني 24 ساعة وإن كانت المفارقة أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أول المهنيين والمحتفين بانتخاب دونالد ترامب فهذا الأمر لابد أن تكون لهم عكاساته الإيجابية على مسرح الصراع السوري الزبصونة بيكون مرتاحة روسية مرتاحة لأنه بدوا يشترك معهم بمحاربة داعش ما فرق معهم أنه أنا ما فرق معي مين بيحكم سوريا هذي مش شغلته أنا المهم أنه بنيتحالف أنه أي واحد أو الشيطان حتى حارب داعش اليوم إذا أنا الرئيس الأسر بيكون مخصوص بني انتخاب ترامب لأنه لا بدي شي منه أنا أما لبنان الذي يعد الدولة السادسة على جدول المساعدات الأمريكية العسكرية وفي أسفل جدول الاهتمامات الدولية السياسيا على الرغم من انتخاب رئيس للبلاد إلا أنه يأمل أن تبقى الأمور على حالها إن كانت المؤشرات إلى أن تراجعا سيصيب العلاقات الأمريكية العربية لبنان لكي بنيت المتحدة ما ظن أننا سيغير السياسة الحالية البنان المتحدة وروسية السعودية وإيران كلهم بدون استقرار بالمين لمهم نحن نعرف كيف نلقف هالقصة ونعمل لحالنا استقرار وسيادة بهالبلاد هذا لأن كلهم بدون استقرار استطفلوا ببعضكم أما الخوف الأكبر فيبقى أن تمتد هذه الظاهرة إلى سائر الدول الأوروبية في ظل تصاعد حركات اليمين التي من دون أي شك سيكون لها التأثير المباشر في الشرق الأوسط وأحداثه باسد العريضي قناة الجديد بعد الأعلان إليسا تردخ للأمر الواقع والآن ننتقل إلى فن الخبر مع الزميد شادي خليفة احتفلت النجمة إليسا بألبومة جديدة سهرنا يلال وبالنجاح اللي حققه وهالشي منه جديد عليها وموقفة السياسية أيضا منه أمر جديد فهي صريحة وشفافة وبتقول رأيها علنا فشو هو التعليق على وصول العماد ميشيل عون إلى صدة الرئاسة من بعد ما كان مرشحة بالبداية الدكتور سامير جعجع شو قصدت بتغريدتها إتس أوكاي عند فوز عون وهل انتخابه رئيس كان أقل وطأ بما أنه جعجع رشحه وهون السؤال هل التغيرات بالتحالفات السياسية لازم نقف قدامها لنعيد حساباتنا تجاه اللي من أيدهم لإجابات من إليسا سحرنا يا لي للصبح يا لي ومانا ما دمشي يا أمر الليل يا محلل للوية حبيبي شو بتقولي اليوم من بعد انتخاب رئيس للجمهورية من بعد العمل على تشكيل حكومة شو بتقولي؟ رجعت الحياة للبلد أهم شيء نحنا كان عنا دولة بل رأس رجع رأس الدولة يعني على المكان المناسب على أصر بعبدة بصرف النظر من هالشخص بس بالنتيجة ده رئيس الجمهورية وخلاص أنه بنا نكون معه ونشوف شو فيه قدم أكتر لهالبلد وما كان مرشحك صح؟ نعم أنه مرشحة مش مختلفين بس هلأ صار يعني اليوم كيصار فيه انتخابات بأمريكا اللي بده كلينتون طلع له ترامب بدون يردخوا للأمر الواقع بنتيجة مواطنين وعندهم مسؤوليات تجاه بلادهم وكمان الرئيس عنده مسؤوليات تجاهنا أنه بيوجود رئيس بوجود رئيس حكومة عم بيشكل حكومة يعني بطل البلد بوضع أنه يصرف أعمال الحكومة لا أصرفي عنا فعليا رئيس وفعليا رئيس حكومة بطل شواء بطل شواء بطل شواء وبتمنى من كل قلبي عن شاد شادي بتمنى أنه يريحونا يعني نحن عم نريحون يريحونا ويخلونا هيك يعني ينعش البلد شواء يعني ما علي الاحتقان خف شواء إليسا إتس أوكي شو كنتي قصدة فيها إنه أوكي على الأد هي إتس أوكي ما في شي بعضها يعني ما في شي إلى أبعاد إنه لا كنت مبسوطة ولا كنت زعلاني إنه إتس أوكي خطك السياسة أنت مبطن فيه كان مرشحك؟ مش خط السياسة فكرة معين لشخص معين اليوم هل كانت الوطأ أقل عليك قوتها بما أنه رشح دكتور سمير جعجع العماد ميشيل عون أنا مش معناته أنا معه أنا ما بلحق الشخص على عمياني يعني هو شايف إنه يعني أكيد أكيد اللي صار للمسيحي يعني مسيحيا شي كتير منيح إنه رشحوا مني قدرة يعني بالسياسة نحنا ما بنفهم قدن ما بتعرف شو فيه ورا كل تحت الطاولات متل ما بيقوله بسو نحنا بنردخ بالأمر الواقع اللي بيخلونا نردخ إله بسو زد ست يعني نحنا مواطنين أصحاب رأي بس مش أصحاب قرار ما بتوصل إلى محل بتقولي لما تشوفي هالتحالفات كيف عم بتصير بأنه خلص ما بقى لازم نقصق بالسياسيين بلبنان ما اختلفنا يعني هو ما لازم توسق بالسياسيين بلبنان بس نظر إنه التحالفات عم بتقدى إنه يكون فيه سلم بهالبلد أنا ما النجد لو أفضل طول اللي لحظنا مش هشبه من حضن حبيبي إذن إليسا كانت ضيفة فقرتنا للليلة بفن الخبر هذا كان كل شي وتضلوا بألف خال والآن إلى فقرة ترنتز مع الزميلة سارات صالحة مساء الخير صدمة فوز دونالد ترامب برئي ستا وبلد بالعالم بعدها مش عم تنتهي خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ومن بعد يوم واحد فقط من انتخاب ترامب مظاهرات منددة عمت عدة مدن أمريكية رافقت مع هاشتاك ستم إطلاقهم على تويتر وأبرزهم ترامب بروتست يلي حقق أكتر من 700 ألف تغريدة ضمنت مقاطع فيديو وانتقاضيت لبعض شعارات حملة ترامب يلي بتحكي عن المهاجرين والمسلمين أيضا نشط هاشتاك طلب من المغاردين يقولوا أربع كلمات بتلخص أربع سنين قادمة تويتس عبرت عن تشاؤم كبير وتضمنت كلمات مثل نهاية العالم هجرة جماعية لكندا الكراهية رهاب المسلمين وحرب عالمية تلتة أما عربيا فظاهر هاشتاك الفرق بين كلينتون وترامب عبر في معظم المغاردين أنه اتنينتون وجهان لعملة واحدة وما في فرق بينتون وانتشر مصطلح تفوق أبو لهب على حمالة الحطب لكن يلي بعد منقل أو نعمل على الفوز الكارثة لترامب عملوا موقع تحت اسم ترامب دونالد دوت أورج هالموقع بيسمح لأي شخص حاسس بالغضب الشديد والإحباط أنه يفرغ هالمشاعر عبر ترامب أو بوق بيقدر يطلقه بوجه افتراضي لدونالد ترامب وبيخربط له في شعراته بأي اتجاه بده البعض وصف هالموقع بالواجب الوطني يلي بيستحق تعطوه دقيقة من وقتكم أما بالنسبة لو عود ترامب فعلى ما يبدو عم تبلش تتغير وتتكشف حقيقة وهالشي من بعد محذف ترامب وفريقه من الويب سايت الخاص في التصريح يلي أطلقوا الشهر الماضي ويلي بنص فيه عن منع أي مسلم من خول الأراضي الأمريكية وظهر ما كانوا الدعوة بتشجع الناخبين على التبرع لدعم حملة وخطة ترامب وأخيرا بدي هني جميع متابعين أكاونت الجديد نيوز على تويتر لثئة يلي حطوها ويلي وصلت للمليون مليون متابع ومليون ثقة وضعت بصفحة أثبت جدارتها بقوة وتفوأة على مواقع أخرى تابعة على محطات منافسة الجديد نيوز حبت تشكر كل متابعين عبر فيديو خاص حنشوف مقطع منه سوا واحد اثنان ثلاث اثنان خمس ست مرسي كتير لساعدكم منحكم كتير المئة واربعين كاركتر كتير قليل لنشكر المليون فولوور خمسمية وعشرين خمسمية وعشرين إذا تحت الشطة مليون كيف لو شرمست ألف ومئة ووح ألف ومئة واثنان وأنا بدي أشكر هالمليون شخص فردا فردا صرنا الأوائل وقطعنا المليون نشكركم زمان لا رجع زمقات على الأخير مليون وبدكم مليون سنة هلأ نحنا اقطعنا المليون بس إذا بدتكم كب مليون ما لكم لا تحكموا معنا ما بدا غيري يا جماعة بس نحنا منعرك بأتكات السوشيال ميديا وصرنا مليون على توتر بسعين ألف وثمانية واثناش بسعمية وتسعة بسعين ألف وثمانية وثمانية واثناش حتى نقدر نتبع أخباركم ونقول بنشرات لاحقة تصبحوا على خير كان في النشرة محادثات ممتازة بين أوباما وترامب في البيت الأبيض تأليف الحكومة على النار واتفاق التيار القوات لا يلزم الحلفاء ملف الاتصالات جولة أولى في العهد الجديد مقاعد وزارية اهترأت من قلة الحركة صار مفهوم الوزير هو يلي بيلاقي هذا الزعين أكتر شي في التكل عليه 11 11 ثورة الغلابة وخوف من الفوضى الجديد نيوز تتفوق وتحصل مليون متابع وانا بدأ أشكر هالمليون شخص فردا فردا مرسي لك كل فولور من مليون فولور ولمزيد ما لأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تيفي على الفيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد نيوز إلى اللقاء اشتركوا في القناة